موسيقى الصعوبة تكمن في اليسار ولكن أيضا في محيط اليسار العمل السياسي في المغرب يقتضي مجموعة من المقومات يلاحظ الجميع بأنها غير متوفرة عندما تحاول مجموعات اليسار اللقاء فهي تلتقي بناء على تفكير له طابع استراتيجي إن أرضنا لكن هذا العمل السياسي واختلال مقومات العمل السياسي تؤثر على الاختيارات استراتيجية أو التلاقع حول استراتيجيات في نفس الوقت لا يمكن تبخيص تجارب تجميع مجموعات اليسار في الأصل كانت هناك كثير من المجموعات منذ البداية انطلق اليسار بالعديد من المجموعات اتحادية يسرية جديدة بينهما إلى آخرين وتعددت في العقدين الماضيين يمكن الملاحظات أن هناك نوع من الجميع مع الملاحظات التي يمكن القيام بها في تجربتنا في اليسار الديمقراطي ومع الرفاق في فدرالية اليسار الديمقراطي كانت مسبوقة بالوحدة داخل حزب الاشتراكي الموحد منذ عشرين سنة أو أزيد وهذه الوحدة تأثرت بمصار بناء الديمقراطية بالمغرب والذي أعتبره موضوعياً هو المؤثر الكبير في أي عمل سياسي كيفما كان بما فيه التوجه إلى الوحدة وهذا التأثر كان على مراحل حسب الأوضاع كما تأثرت هذه الوحدة بالفعل السياسي اليساري الذي يلاحظ على نفسه بأنه يضخم العوامل الذاتية في السعي للخروج من الخطوط والدوائر التي تجعله محدودة التأثير إذن الصعوبة موجودة نبغي إلى جانبها أن نؤكد على الإمكانيات المتوفرة وما تحقق من إنجازات رغم أن جمهور اليسار أيضاً يطلب النتيجة النهائية مثل جمهور كرة القدم يطلب النتيجة النهائية وفوراً وهذا لا يساعد على الربط بين ما هو استراتيجي وما هو سياسي وكل متطلبات بناء هذه اللمشاتات كما أسميته أو الوحدة اليسارية كما أشرت سابقاً الداخلي مرتبطة بما هو خارجي بالمحيط الذاتي مرتبط بالموضوع الاستراتيجي مرتبط بالعمل وإيجاد التركيبة لمواجهة كل هذا دون المساس بالتوازن الضروري أساسي في أي تجربة سياسية في دواخل فدرالية اليسار مثلاً كان هناك أصوات تقدم عدة مقترحات من أجل الانتقال إلى ما هو عملي إلى ما هو ميداني والانتقال إلى التهيئ للاندماج منذ 2015-2016 كانت هناك عدة مقترحات حتى لا أتحدث عن آخرين وأتحدث عن محاولاتي كنت قدمت عدة مقترحات على شكل خطوات خلال اجتماعات التقريرية لفدرالية اليسار من أجل الانتقال السالس إلى الاندماج ومن ضمنها اقترحت أن تكون هناك عضوية في الفدرالية تكون بطاقة عضوية في فدرالية اليسار تسلم لأعضاء خارج أعضاء الأحزاب من أجل أن يشكل هؤلاء مادة لاحمة وأيضاً إمكانيات بشرية لحضور المشترك داخل الفدرالية وكذلك من أجل استقطاب اليساريين والديمقراطيين التي رهنت الفدرالية على أن ينضموا لها ليعطوا زخماً جديداً للفعل اليساري اقترحت أيضاً أن تكون هناك العمل مشترك بل تنصيق وعمل مندمج حتى لبعض القطاعات المستعدة لذلك مثل قطاع النساء والشباب حيث المطالب وحيث الاشتغال وأحتى التجارب تمكن من هذا الاندماج والذي يسهل ويعطي تجارب ميدانية للاندماج القادم كذلك تطوير الهيكلة التنصيقية في هذا الاتجاه في الاتجاه الاندماج بالنسبة لمجموعة من القطاعات المؤهلة لذلك مثل قطاعات الطلبة والمحامين إلى آخره وهذا بارتبط مع كذلك الفروع بحيث تخلق فروع لفيدرالية اليسار حيث لا توجد فروع للأحزاب تكون مشتركة وأيضاً الاشتغال على هذا العمل المشترك بين كل فروع الأحزاب بفيدرالية اليسار حتى نتفاد أن يأتي الاندماج من فوق وبناء الاندماج من تحت كان يتطلب هذه السنوات مع الأسف وهناك اقتراحات أخرى قدمت هنا وقد تم آخرون لم تفعل حتى ما صطرته قيادة اليسار لم يفعل للأسف وكانت هناك تطرح دائماً ضرورة تقييم المصار والوقف عند أسباب التعترات أو التخليات وحتى مراجعة الوطائق المتفق عليها والبرامج إلى آخره وفي مقدمة هذا تقييم العمل الانتخابي المشترك تعلمين بأنه قبل إعلان عن الفيدرالية اليسار كان هناك تحالف اليسار الانتخابي منذ 2007 وللأسف دائماً لم يقع تقييم التجارب الانتخابية المشتركة للوقوف عند الأسباب بشكل موضوعي وبعيداً عن التقييمات الداتية أو الانتخابوية لأن أحد أعطاب اليسار والعمل السياسي في المغرب هو السقوط في التوهيم الانتخابي وهذا ناتج عن عمل طويل للسلطة السياسية في هذا الباب وهي دائماً تجدد التوهيم في الغنائم الانتخابية إن أردنا أتمنى أتمنى ذلك وأكثر من التمني نبغي على كافة اليساريين أن يشتغلوا على ذلك انطلاقاً من المؤهلات التي والأمور التي تشجع على هذا القضايا المشتركة التي وقف عند اليساريون دائماً هي في تكاثف أكثر وفي تزايد البرز لها لن أذكر هذه القضايا فهي معروفة حتى لأطيل وأيضاً الحاجة والطلب على العمل المشترك اليساري هو كثير حتى من قبل بعض الأطراف التي لم تكن تعتبر بأن العمل اليساري ضروري من إجل إقامة التوازن في الخارطة السياسية في المغرب الآن أصبحت تفتقد للعمل اليساري وطبعاً هناك وعي متزايد بإمكانية العمل المشترك حسب قضايا وملفات محددة أكثر من ضرورة الانسجام في كل المواضيع من أجل العمل المشترك هذا أيضاً محفز على هذا الاتجاه للمستقبل وأهم عنصر هو أن الشباب المغربي ساهم وسيعمل أكثر حسب القراءة لاشتغاله ولعمله ولتحركاته الشباب المغربي سيشتغل في هذا الاتجاه بشكل قوي هذا الخلطة هو في الحقيقة ليس مغربي صرف وإن كان في المغرب تجسد عبر حالات خاصة ببلادنا لكن عالمياً نعيش هزوم للأسمالية المتوحشة والإمبريالية من أجل استمرار خفوط البديل الديمقراطي إن أردنا ككل وليس فقط البديل اليساري واشتغلت على هذا طويلاً واستثمرت هذه الرأسمالية كثيراً من أجل هذا الوضع الآن تطرح أسئلة كبرى على العالم إزاء هذا العمل الكبير والضخم الذي قامت بأسمالية العالمية وقد كانت لحظة فترة كوفيد كاشفة في هذا الاتجاب بحيث أن العديد من الليبراليين حتى تحدث عن هذه العديد من الليبراليين أصبحوا يعودون إلى الحلول الجماعية وإلى قيم اليسار من أجل إيجاد حلول لفترة كوفيد وما بعد كوفيد هناك مخاض أن يعيشه العالم أتمنى أن يساهم المغاربة واليساري المغاربة في الاندماج في هذا المخاض بما لهم من تاريخ ومن عطاءات كثيرة وهذا سيمكن من رفع هذا خلط الأوراق وخلط التسميات وخلط النماذج وخلط الخطوط والدوائر في السياسة علماً أن العمل السياسي في المغرب يقتضي الكثير من الإجتهاد لتفكيك عناصر خنقه ومحاصرة الإضاءات والإشراقات داخله كان وضعنا أسئلة كانت داخلية كثيرة لكن يمكن القول بأن الحزب الاشتراكي الموحد استطاع أن يسترجع زخمه بسرعة على اعتبار أن المقومات التنظيمية الأساسية للحزب تعافت بسرعة واستطعت أن تسترجع الانطلاق صحيح أن هناك ضعف في التواصل والإعلام بالنسبة للحزب الاشتراكي الموحد وهذا لا يعطي الصورة الحقيقية للخارج لخارج الحزب ولمحيطه بما يلائم هناك عمل إعلامي كبير لرفق نبيل الموني بالأمينة العامة لكن نحتاج في الحزب الاشتراكي الموحد إلى عمل أكبر تواصليا وإعلاميا لنعكس مقومات القوة أكثر من الحالات التي يتم التركيز عليها إعلاميا ويتعطي صورة غير حقيقة الحزب الذي هو في اتجاه لجديد دمائه وفي اتجاه لإعطاء انطلاقة جديدة لعمله في اتجاه بناء قوي كان قد تعرضت محاولات ذلك البناء للعديد من الاختناقات والاحتقانات بسبب الاختلافات التي كانت تدخل حزب الاشتراكي الموحد طبعا هناك الكثير من القيادين والقياديات وهذا من ضمن جانب ضعف في الإعلام والتواصل بحيث لم تبرز الكثير من الأسماء إلى جانب نبيلا مونيب هناك حضور لبعض الأسماء هناك من لا يربط بعض الأسماء عمدا لعطاءات تلك الأسماء القيادية في مجالاتها وفي قطاعاتها وفي مجالات الفكر إلى آخره بارتباطها بالحزب الاشتراكي الموحد هناك هذا لكن هناك أيضا أسماء قيادية وقيادين كتر وخاصة في المناطق في القيادات المحلية والقيادات الجهوية لا تسلط عليها الأضواء لعدة سبب المشاهد الإعلامي وأنت تعرفين كيف يشتغل في المغرب والمشاهد التواصلي مع أن هناك تأثيرات للحصار السياسي على كل ما هو معارض على النقد على النقد الداتي هذا الحصار السياسي يستعمل حتى الكثير من وسائل التواصل الرقمي ومؤسسة الإعلام وهناك سبب ذاتي ومرتبط بعدم بارتباط يساريين وأعضاء الحزب الاشتراكي الموحد بنوع من العمل في الضل أكثر من ضرورة البروز إلى فالكثير من الرفيقات والرفاق يرفضون هذا الربط بين إبراز المواقف وإبراز الصور الشخصية إلى جانب النضال من أجل الأفكار ومن أجل البرامج السياسية لا الآن نبيلة موني باستكملة ولايتها عندنا ولايتين وهي تقول هي نفسها لن تترشح مرة أخرى للأمانة العامة وهناك عمل جماعي هناك طبعا هذا لا يفهمه الكثير من متتبعي المشاهد الحزبي لأن حزبنا فعلا يخرج القيادة بشكل جماعي جماعي فمحرم علينا أن نختار مثلا الأمين العام في المؤتمر أو حتى في المجلس الوطني فهذا يعني أن المجلس الوطني هو الهيئة التقريرية والمكتب السياسي ينبغي أن يخضع لقرار الهيئة التقرير والأمين العامة وهو جزء من المكتب السياسي هذا هو بنائنا طبعا دخل النوع من التنويع في هذه الصورة نتيجة التبنين للعمل بالطيارات فأصبح ترشيح للمكتب السياسي يكون عبر اللائحة وهذا يجعل أن لائحة تبرز شخصا ضمنها على أسس أنه هو القائد لكن دائما القرار والاختيار النهائي هو للمجلس الوطني وقد كانت لنا لحظات سابقة حتى عند اختيار المكتب السياسي الذي ستكون فيه النبي الموني به الأمين العامة في ولايتها الأولى كانت لحظات فيها نقاش ديمقراطي بل يعني توقف عند هذه اللحظة من أجل اختيار يحظى بالأغلبية للائحة المكتب السياسي تدخلت فيها عناصر مرتبطة بإمكانية تنفيذ البرنامج السياسي ولكن تدخلت فيها عناصر أخرى مرتبطة بكيف يتطوير الديمقراطية داخل الحزب وجعل الحزب الاشتراكي الموحد دائما في مقدمة تجارب الديمقراطية الداخلية هذا سؤال التأذي والتأثير الشعبي والتأثير الشعبي هو سؤال حقيقي ولكن الإجابة عليه ينبغي أن تراعي التركيب في ما وصلنا إليه اليوم هناك وضع معقد مركب لتتدخل في عدة أسباب وأنا أعتبر بأن الأسباب التي موجودة لكن هناك أسباب موضوعية التي تؤثر أكبر أشرنا إلى أن تشتت اليسار لا يمكن من تقدم الفعل السياسي والفعل اليساري وفي مثل هذه الحالات عندما تكون لحظات احتجاجية وتكون دعوة من طرف واحد ولا يكون هناك اشتغال على أن يكون عمل مشترك من أجل هذا الاحتجاج يقع ما وصفته بقلة الإقبال لكن هناك لحظات أخرى ووقعت في السنوات الأخيرة عندما يلتأم اليساريون حول قضية محتدة وبطرق بسيطة ودون تعقيد ويعطون الوقت لأنفسهم ولحركتهم من أجل هذه اللحظة يتحقق نوع من تأييد الشعبي علما أن العمل الذي قام بخصوم ديمقراطية في المغرب عمل كبير من أجل فصل كل إمكانيات تلاقي النضالات والحراكات والحركات هذا كان عمل كبير جدا مع الأسف نجح في كثير من الأحيان في إضافة على التشتت تشتت المناضلين الديمقراطيين عامة إضافوا إلى ذلك عناصر أخرى تخلق الشرخ بين ذوي المصلحة في المطالب الديمقراطية ومن يسعون لقيادة الاتجاه نحو تحقيق هذه المطالب لم يكن مع الأسف أنا لم أكن حاضرا ولكن حسب ما استقصيته لم يكن انتحابا من التحضار ككل هي كانت ربما آخر جلسة لإحدى لجن اللجنة التحضارية وكان هناك نوع من التدافع والشناء وكان إعلان الإنسحاب من الجلسة ولا أظن انسحابا من التحضار ككل علما أنه الآن انتقلنا إلى النقاشات ورفاق أرضية تغيير الديمقراطي حاضرون في هذه النقاشات بقوة وبفعالية كبيرة والدليل هو حضرهم إلى جانبنا في النقاش هنا في الرباط عندما تم فرع الحزب الاشتراكي المحاد بالرباط ندوة لمناقشة الأرضيات وأوراق المقدمة الأرضيتين والأوراق المقدمة للمؤتمر وكان حضرهم حضر رفاق أرضية تغيير الديمقراطي حضوراً مناسباً بل ونقاشهم أيضاً نقاشاً في المستوى مع حضر رفاق أيضاً في أرضية السيادة الشعبية وحضر رفاق لم يوقع لا على هذه الأرضية ولا على الأرضية الأخرى وكان نقاشاً خصباً النقاش الآن في بدايته أتمنى أن تزداد خصوبته من أجل مؤتمر يليقه بالحزب الاشتراكي الموحد ويليقه بالأسئلة المطروحة على اليسار الديمقراطي المغربي ككل وعلى هموم البلاد التي لم نتطرق لها ولو كنا ربطنا بينها وبين حالة اليسار لا تبينت العديد من الخطوط وانقشعت الكثير من الأحكام الجاهزة التي تطلق على العمل اليساري وعلى الحزب الاشتراكي الموحد يمكن أن أختم بتحيط أولا الأنفاس وأيضا كل المواقع ووسائل الإعلام التي ما زالت تحاول أن تقيم التوازن وتقدم آراء المعارضة وتقف عند حقيقة الأمور ولا تطلق الأحكام على عواهنها كما هي فرصة لأدعو رفقاتي ورفاقي في الحزب الاشتراكي الموحد إلى الاشتغال بقوة في أفق هذا المؤتمر وأن نخلق كل إمكانيات مؤتمر مغير لمؤتمرات السابقة لنا وخلق لحظات الإنتاج والفرح في نفس الوقت أكثر من التوتر وأظن لنا أن لنا مؤهلات في هذا الاتجاه وهي دعوة في نفس الوقت لإنفتاح وقيام كل اليساريين بما عليهم من أجل اللقاء أكثر والبناء العمل المشترك الذي يحتاجه مغرب اليوم ومغرب المستقبل وأظن أن المسؤوليات في هذا الاتجاه هي مشتركة وهي فرضية عينية وجماعية ونلاحظ بأن الكثيرون لم يتحملوا مسؤوليتهم في هذه الاتجاه ومن ضمنهم أولئك الذين يحبطون بسرعة دون رغم أن لهم كل مقاومات مقاومة الإحباط وأولئك الذين يستسهلون الاستقال من العمل السياسي ويرمون بالمسؤوليات على الآخرين مسؤولية جماعية وهي فرضية اليوم على كل يساري وكل ديمقراطي وضمن هؤلاء المتقفون الذين لهم أدوار كبيرة وبعضهم يستهينوا بتلك الأدوار ويبخسها ترجمة نانسي قنقر المترجم للقناة